جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وتصف الحياة بنور هدى 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 وهذا خدمت في الحياة بنور هدى وتصف الحياة بنور هدى يتعاجد بفراء كذا يتعاجد من الأمر تتعاجد منها ولكن كثيرا في العالم يراني تتعاجد مع جميع أولا يجرون ويجرون يجرون جميع أولا لا أتحدث كما ترسل سابقا ترجمة نانسي قلت لك لكن ليس جداً أن يجب أن يجب أن يكون مكوربون أو أن يجب أن يجب أن يكون جيدًا توجد خون جيدًا ومن المثال أن يجب أن يكون نحن العامة 45 عامة لأن نحن عامة 45 عامة في الحقيقة نحن يكون هناك الكثير من أوضبات فلا سيعيع الأشياء يمكن أن يحميه في أفضل حيث يمكنكم أن يحميه في الأفضل يمكن أن يكون لديه في الأفضل أن يحميه في الأفضل هذا يمكن أن يكون ذلك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر